اكثر المناطق تضررا من شحة المياه في ديالا بعقوبة كونها تعتمد على مياه نهر ديالا الذي اصابه الجفاف بسبب انعدام الاطلاقات المائية من سد حمرين اذ يعاني هو ايضا انعدام الواردات كل هذا والبعض من المواطنين واصحاب المطاعم لم يلتزم بترشيد المياه ما دفع الحكومة المحلية لتغريم اكثر من خمسين مواطنين بينهم اصحاب مطاعم لهدرهم للمياه هناك فرق جوالة قامت بالتجوال في مدينة بعقوبة لرصد حالات التبذير والاسراف وتم تغريم اكثر من خمسين شخص وصاحب محالة او مطعم وفق القرار 296 والذي يخول رئيس الوحدة الادارية بالغرامة من خمسين الف الى خمسمائة الف تم اتخاذ اجراءات قانونية وتغريمهم مواطنون رحبوا بمبادرة فرض غرامات بحق كل من لم يلتزم بترشيد المياه كونها تصب في مصلحة المواطنين الذين لم يصلهم الماء بسبب الهدر من قبل هؤلاء مطالبين بتطبيق القرار على جميع المخالفين دون استثناء من له علاقات واصحاب النفوذ عموم محافظة ديالا وخصوصا بعد قوة عاني من ازمة انقطاع مياه الشرب وبالتالي هناك من يستخف بهذا الموضوع ويقوم برش اكو مناطق بها مي يصير ومناطق ما بها مي الناس تطلع ترش مع الاسف مطاعم ومولات وحتى بيوت ديالا اكثر المحافظات تضررا من شحة المياه وذلك لاعتمادها على الواردات التي تصل من ايران وبعد انقطعت الاخير الواردات فالوضع يزداد قسوتان اذا استمرت الحكومة بهذا الصمت علي ابراهيم قناة دجلا ديالا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة